قراءة الشموع اليابانية كيف نقرأ الشموع اليابانية؟ بدايةً نحتاج إلى التعرف على ثلاثة عناصر في كل شمعة وهم اللون والجسد والفتيل اللون يخبرنا لون الشمعة باتجاه حركة السعر خلال الفترة المحددة اللون الأخضر يعني ارتفاع السعر أما اللون الأحمر يعني هبوطه الجسد يخبرنا الجسد بأسعار الفتح والإغلاق خلال الفترة المحددة الشمعة خضراء إذن فإن سعر الفتح هو الخط السفلي للجسد وسعر الإغلاق هو الخط العلوي في الجسد أما الشمعة الحمراء فتعني أن سعر الفتح هو الخط العلوي للجسد وسعر الإغلاق هو الخط السفلي للجسد الفتيل يبين لنا الفتيل مدى تذبذ بالسعر خلال الفترة المحددة في كلا الشمعتين يبين الفتيل السفلي السعر الأدنى والفتيل العلوي السعر الأعلى الذي تم الوصول إليه في تلك الفترة